السلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي سلام ورعاية ملك السلام يسوع المسيح معاكم النهاردة الرب يغطيكم بمحبته ورحمته وليكن فرح الرب هو قوتكم اليوم دي صلاتي ليكم حلقة النهاردة بعنوان سأترك الدين الذي يقتل الناس بصلي الحلقة دي تكون مصدر استنارة ليكم جميعا ومواجهة مع النفس بصورة شخصية قبل ما ندخل في موضوع الحلقة عندي إعلانين مهمين جدا الأول هو موعدنا التالت مع يوم الصلاة العالمي للعابرين وهو دايما كل سنة 18 نوفمبر من كل عام النهاردة الكنيسة كلها بتجتمع في العالم كله علشان نتحد أو في يوم 18 يعني في الصلاة من أجل العابرين من خلفية إسلامية علشان كلنا ككنيسة أو كجسد الرب نكون متحدين في الصلاة من أجل العابرين في يوم معين من خلال اليوم ده إحنا بنقول لكم أن أنتم مش توحدكم أنت مش وحدك أو أنت لست وحدك هو شعرنا لأننا أولا نعلم أن الرب معنا فما بنخافش ونتشجع ونتشدد في الطريق مع الله كأسرة واحدة حتى لو كان هناك صعوبات خاصة قناة الحياة وهي يعني تعتبر كنيسة العابريين إحنا كمان بنقول لكم إحنا معاكم أيضا في كل وقت وحابين نسمع صلواتكم تلباط الصلاة اختباراتكم كل اللي على قلبكم فيه اللينك بتاع يوم الصلاة العالمي الويب سايت اللي تقدروا تدخلوا عليه حتشوفوه على الشاشة في خلال الحلقة عدة مرات أنتوا تقدروا تشاركوا برسائلكم واختباراتكم وطلبات الصلاة على اللينك ده حيكون فيه بث مباشر من استوديوهاتنا يوم الجمعة 18 نوفمبر حيكون على الهوى وعلى صفحاتنا على قناة الحياة وعلى الفيسبوك كمان النهاردة عندي مشاركة من الأخ هارون إبراهيم وهو مدير قناة الحياة وأيضا عابر والحقيقة أنه فكرة يوم الصلاة العالمي للعابرين دي كانت فكرة الأخ هارون فأولا نرحب بيك أخ هارون معنا أهلا بيك يا أخت أماني هل أنت سمعاني؟ أنا سمعت كويس أهلا بيك وبنشكرك على وقتك النهاردة الناجسية تشاركنا بقلبك والرب عمله من خلال يوم الصلاة العالمي للعابرين أشكرك هو اللينك اللي هو mbbglobal.net أيوة هي الصفحة بتاعت اللي هي يوم الصلاة العالمي فهو الموضوع عبارة عن أنه 18 نوبمبر أيوة يعني 18-11 هو اليوم العالمي للصلاة من أجل ومع العابرين المؤمنين بالمسيح من خلقية إسلامية هذا المرة هذا السنة هو السنة الثالثة على التوالي طبعاً نكمل اليوم هو عبارة عن نبتحد نصلي من أجل ومع العابرين من إلى المسيح من خلقية إسلامية العام اللي فات كان الموضوع بث مباشر لمدة ساعتين بالإنجليزي للاجتماع الرئيسي ولكن ترجم عليه التركية والفارسية والعربي والبرتغالي ولكن هذا العام سيكون أكثر سيكون كمان الأردو للباكستان وشمال الهند والتركي والفارسي والعربي رح نضطي هذا وأيضاً البكت رح يكون على 73 قناة مسيحية حول العالم واو المجد للرب المجد للرب عابرين من كل بلاد العالم بلغات مختلفة أخرون المشاهدين يمكن مش متصورين كم العابرين الموجود في العالم اليوم وقد إيه فيه اختلاف الجنسيات واللغات وإنه قناة الحياة بتقدم اليوم الصالة ده بالذات إن احنا نكون مشتركين فيه مهما اختلفت لغاتنا أو جنسياتنا الخلفية واحدة في دم المسيح يعني لو تدينا فكرة عن الناس دائماً تسأل يعني الأرقام كبيرة قوي كده فعلاً عشان تعملوا حاجة كبيرة كده كل سنة؟ الأرقام كبيرة طبعاً أنا لا يمكن أنه أو الأرقام لأنه إحنا أنا السجل مش قدام ولكن هناك يعني تقارير كثيرة توصلنا من كل البلاد إنه عدد المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية يزداد يومياً يعني التقدير هو بالملايين طبعاً لأنه هذا هو وقت الحصاد حصاد هذه النفوس اللي هي بعيدة عن المسيح في البلاد الإسلامية الشيء المهم في الموضوع هو إنه نحن نتحد بالصلاة وهناك أكثر من 130 لغة وصلتنا فيديوهات من ناس عابرين من 130 لغة بيقولوا لبعض أنت لست وحدك فهذا هو الشعار اليوم الصلاة وترقبونا الساعة 5 أعتقد أنه نفس الوقت يعني ساعتين قبل برنامج المرأة المسلمة يوم من جمعة 18 نوفمبر طيب كويساً وإحنا كمان هنشاهد معاك وبعدين نكمل بموضوع للعابرين في برنامج المرأة المسلمة حضرتك بتشجع الكنائس الغربية إنهم يصلوا معنا في اليوم ده وأيضاً الكنائس العربية لو فيه أي كلمة تحب تقولها للكنيسة في اليوم ده بالذات في الصلاة معنا أعتقد أنه بالنسبة للموضوع الكنيسة أنا بحب أقول أنه السنتين اللي فاتوا عدد الكنائس الغير ناضقة باللغة العربية اللي اشتركت تعتبر 98% الكنائس العربية اشتركت قليلة جداً ولم نأخذها بعين الاعتبار أو الجدية ولكن المفاجأة جاءت للكل بأنه عدد المصلين رسمياً اللي اشتركوا العام اللي فات كان 16 مليون وخمسمائة ألف معظمهم كان من جنوب أمريكا شمال أمريكا أيضاً ولكن للأسف أنا بصراحة كنت حزين إنه في العالم العربي الكثيرين من المصلين هو فقط يعني السجليب في الغرب وبعض الكنائس البسيطة ولكن كثير من العابرين اشتركوا فيها ولكن أتحدى كل الكنائس إنه تشارك في هذا اليوم يوم السر أنا بشترك معاك في التحدي ده وبنصلي إنه الكنيسة العربية السنة دي بكل أشكالها إبطية بكل الأشكال وأنواع الكنيسة الموجودة تصلي معانا وتعمل كمية من ده وتبقى واضحة في الساحة ربنا يبركك لو سمحت لنا شكرا على وقتك أولا لكن لو سمحت لنا هنحط الترنيمة الخاصة بيوم الصلاة العالمي للأخ ناصر والأخت إيمان شكرا أخا هارون شكرا 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 لك تفضلوا نسمع الترنيمة مع بعض تفضلوا نسمع الترنيمة مع بعض شكرا لك تفضلوا نسمع الترنيمة مع بعض تفضلوا نسمع الترنيمة مع بعض قد ايه التنمية دي مبهجة لقلبي مبهج جدا انك تشوف وتشوفي العابرين في العالم كله معموديات والمجلة السعودية واشراقة الكويت وكل اولاد الرب اللي جم من انحاء كثيرة من الارض اللي يمجده اسمه انا يعني الحقيقة نسيت اقول ان كلمات الترنيمة ايضا من كتابة الاخ هارون ابراهيم خليني بقى ادخل للاعلان التاني المهم وهو عن حلقة الاسبوع القادم هيكون معايا ضيفي العزيز جدا القصة عاد الملك وحنبتدي سلسلة انا مشغولة بها جدا من زمان كتير جدا بنتكلم عن الاخلاق والربط بين الاخلاق والدين ويقولك اخلاق الاسلام واخلاقيات الاسلام والكلام ده كله المراتي بقى احنا هنتكلم عن الاخلاق المسيحية هل في حاجة اسمها الاخلاق المسيحية دايما الناس بتتكلم عن المسيحيين انهم اخلاقهم كويسة لكن هل في حاجة مرتبطة بالتعليم الكتابي بتخلي اختياراتنا في الحياة مختلفة ولا لا وفكرة الاخلاق عموما والربط بين الاخلاق والدين والاخلاق المسيحية بشكل خاص وتأثيرها على اختيارات واسليب الحياة الشخصية والعامة الموضوع شيق جدا وحنقدمه على عدة حلقات حنبتدي حلقة واحدة السنة دي ونستكمل معاكم في العام الجديد بقية الحلقات والمواضيع نروح بقى لفقرتنا الاسبوعية وهي فقرة خبر الاسبوع فقرة خبر الاسبوع السنادي الاسبوع ده مش السنادي من الامارات تعرفوا في حاجة اسمها وزارة التسامح في الامارات دي تبقى الاخت الشقيقة لوزارة السعادة أنا أسفة يعني مسألة مضحكة جدا بالنسبة لي لانه لما تيجي تطبق الموضوع ده على الارض تلاقي انه لا في سعادة ولا في تسامح بس يعني ايه فاكرين انا عملت حلقة عن وزارة السعادة او ما كانش وقتها اسمها وزارة ولا حاجة مش فاكرة يعني لكن وزارة السعادة في الامارات دي دي تم انشاءها في الامارات في 2016 والوزير بتاعها يسمى وزير الدولة للسعادة وطبعا هتطبق ده على وزير التسامح اسمه وزير الدولة للتسامح برضو يعني هنعرف ايه فيه فيه وزارة للمؤسلات طرق مجاري كباري كهرباء يعني مش يعني دي وزارات بنبقى عارفين ان الوزارة ليها عمل تطبيقي تعمله في بناء المجتمع لكن وزير السماحة ووزير السعادة وكده دي حاجات يعني مش عارفة بتتطبق ازاي فحنشوف انه فيه بيقولوا انه فيه خطة في الدولة بتوضع للوزارات دي ويضع لها برامج وسياسات ومش عارف ايه وطبعا اختيار الوزير القائم والناس القائمة على الموضوع ده لازم يكون يعني يكون اختيار جيد جدا يعني وزير السعادة لازم يبدأ مخفيف يعني وزيرة السعادة لازم تبقى حد مبهج الناس اللي بيشتغلوا معرفش تبقى يعني على طول سعادة ازاي بينكتوا مع بعض معرفش اما بقى وزير وزارة السماحة دي فوزيرها اسمه النهيان مبارك النهيان والوزارة دي مهمتها ترسيخ التسامح والتقالف في المجتمع والاسرة والعمل والمدرسة وهكذا قبول الآخر وحنشوف فيديو دلوقتي عن موقف لوزير التسامح وزير التسامح بيقولوا عنه ده يعني وزير القلوب حتسمعه دلوقتي بيقولك ده وزير القلوب علشان يعني بيعلم الناس التسامح ويرتبط بقلوب الناس ومش عارف ايه نشوف بقى الفيديو ونتكلم على يعني تعليقاتكم على الفيديو بعد كده ثم شارك الوزير بتسليم الشهادات احدى الخريجات نجحت بدرجة امتياز فقدت سعادتها على المنصة لكن الشيخ لم يكن سعيدا بتعبيرها عن سعادتها والآن علم النفس التطبيقي الامتياز امل علي حرودة الخريجات امينة خليفة الوائلي ارجوان معيد السياغي حمدة يوسف الحمادي غريبة جدا يعني هو رايح يتكلم في طبعا غالبا هي دي شغلته يعني بيروح يتكلم في تخرج في جامعة يتكلم في حاجات احتفالات ترفيهية وحاجات زي كده علشان يعني ايه يبين انه رجل لطيف وكده لكن اللي حصل هنا انه ده تخرج جامعة انا معرفش يعني الناس اللي حضر التخرجات جامعة قبل كده او تخرجات حتى مدارس تلاقي الاولاد فرحنين باللبس اللي هم لابسين وفرحنين بالشهادات اللي هياخدوها اهليهم كلهم موجودين الستاف اللي ورابت عالجامعة ده كله انه كل الناس دي بيبقوا فرحنين ودول اولاد يعني لسه خريجين فيبص الاتنين قدامه ويقول لهم ها خلصتوا كلام عشان هو يعني الخطبة بتاعته اهم حاجة في الدنيا سهو يتكلم الكل يوسك متسامح جدا الحقيقة وزير القلوب وبعدين بقى يعني دايقني جدا الاخلاق اللي شفناها في تعامله مع البنت اللي فرحانة الوحيدة اللي مثلا قدموها على انها واخد امتياز والباقي قالوا بس الاسامي قالوا اسمها واللي امتياز ففرحانة وبتعمل علامة النصر بقى وسعيدة بتكلم اهلها ام مش هيديها البتاع رمهالها حقصر نفسك يا بتاع التسامح انت كويس اوه لكن القادها بقى انه انه اختيار الناس اللي بتمثل الدولة في امور زي دي لازم يكون اختيار دقيق لكن لو ما كانش فيه حقيقة لحياة الناس دول بتعيشهم بطريقة تحترم او 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 تحترم الاخرين اه يوريك في تصرفاته انه حياته هو نفسها بتشهد اللي هو بيقدمه فقلبه متغير اه 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 يكون اه اه يكون اه اه لطيف مع الناس اللي حواليه يحترم الناس اللي حواليه لكن ده مش الواقع الموضوع بتاع اه التخرج ده ده حصل مؤخرا قبل الموضوع ده في قصة انا قريتها من فترة طويلة وكنت منتظرة انه يجي الوقت المناسب اني اتكلم فيها نشوف الفيديو اللي جايه وبعدين نشرح القصة مهرجان هاي احد اشهر المهرجانات الادبية البريطانية اتخذ من ابو ظبي مكانا لاطلاق اخر نسخه او دوراته المهرجان كان تحت رعاية وزارة التسامح الاماراتية ووزيرها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمره 69 عاما ومعروف بشيخ القلوب لانه وزير التسامح المشرفة على ذلك كانت البريطانية كيتلين ماكنامار عمرها 32 عاما وتعمل مع ادارة المهرجان وفي لقاء مع صحيفة محلية هي صحيفة التايمز يوم السبت ادعت انها تعرضت لاعتداء جنسيا على يد وزير التسامح الاماراتي قبل انطلاق المهرجان بنحو عشرة ايام الحقيقة ان القصة حقيقية وانه البنت قالت فعلا يعني قررت انها مش هتخبي اسمها حتى ولو انها تتعرض لخطورة لكن رجعت انجلترا وبعد مريكة انجلترا حصل انه الكوفيد حصل والاشغال تقفلت وكده فاضطرت انها تنتظر قبل ما تطلع القصة وتتواصل مع محاميين وتتواصل مع الجهات القضائية الفكرة مش في انها ترفع عضية عليه الفكرة انها بتظهر الشر الوزير القلوب في وزارة التسامح لا يعرفه يعني لا يعرف معنى احترام الآخر او اذا كان بيتكلم مع راجل ولا ست ولا كبير ولا صغير ولا يعني فهي قررت انه هتفضح القصة دي وتطلعها اللي حصل انها كانت هي المسؤولة عن المؤتمر دا والمؤتمر دا معمول بالاشتراك مع انجلترا وفي يوم الوزير بعت لها عربية خاصة وقال لها انا عايزك تيجي عشان نتكلم في حاجة تخص المؤتمر عشر تيام قبل افتتاح المؤتمر فبدل ما ياخدوها على المكتب خدوها على فيلا خاصة به في وسط البحر وفي هذا المكان اتحرش بيها واعتد عليها وكان الوضع مزعج ومؤلم جدا وخافت على حياتها الحقيقة الوزير انكر الكلام دا بعد كده لكن التفاصيل بتقول انه الكلام حقيقي ومن الوقت دا قررت انجلترا انهما مش هيشتركوا في المؤتمر دا ومش هيتعمل المؤتمر طول ما هذا الرجل هو وزير السعادة ولا وزير السامحة يا جماعة من فضلة القلب يتكلم اللسان في كل حلقة بنقولها يعني للأسف انه ما فيش ميزان في هذه الدول العربية الاسلامية يعني لوضع ناس في الرجل المناسب في المكان المناسب هل المسألة انا بشخصا هذا الرجل لا انا بس بقول انه يعني احترام الغير واحترام الاشخاص اذا كانوا كبار ولا صغيرين ولا ستات مش موجود في الاصول الاسلامية بنشوف انه هذا التعليم لم يغير شيء في نفوس الناس الى الافضل بل لما يعني كل ما حد بيحاول كده يلتحق برقب التطور والانسانية ظهر قصور هذا التعليم واثاره على نفوس المنفذين بصورة اكبر من حاكم دبي اللي بيحبس ويخطف ويخطف بناته ويعزب بناته ومراته ويسكت اي حد يتكلم في الموضوع ويكذب على حقوق الانسان ويخضر بناته والناس اللي عايشين في اسره علشان مقدرواش يتكلموا ويقولوا الحقيقة لهذه الحياة الغريبة في قصور هؤلاء وبعدين يلوح لنا بمظاهر التحضر الانفتاح ومسابقات الدربي في انجلترا مثلا ويلبس بقى البرنيتا الانجليزي العالية فانت مهما عاليت البرنيتا ولا لونت الدشداشة ففي عمامة اسلامية مسيطرة على القلب والعقل وتقتل في النفس علامات الانسانية والارتقاء بكل تأكيد وده على فكرة مرتبط بحلقة النهاردة واللي عنوانها سأترك ديني وسأترك دينا يقتل الناس خليني أشوف مين معنا أهلاً بيك يا أخي زكريا تفضل أهلاً بيك يا أخي زكريا تفضل الله يحطلك تعليق الحلقة يعني أيوة دين إسلام ودين إرهاب ليس دين وسط نعم يعني هناك آيات القتل في القرآن يعني يعني وحتى آيات يمتح طفل أعيشة وزوز راضعة وكذلك مزبوط زكريا علي صوتك شوية لو سمحت بس عشان أسمعك أفضل يس فعلا الآيات الإرهاب والقتل في الإسلام تفضل أيوة وحتى الرسول يعني نكح نكحة ودع نكحة خلته وزوزته قبل أن تفن لما سألوه قالوا لا حتى يأتي يعني أطفال يعني غلمان في الزني يعني تصور طيب وإسلام ودع الإرهاب طيب زكريا أنا عايزاك تبقى سمعت الأخ هارون والإعلان عن اليوم العالمي للصلاة من أجل العابرين عايزين تبقوا بتصلوا معنا وتشجعوا كنيس المغرب أنها تشترك في يوم الصلاة أيضا أختي أماني هناك يعني هنا بالمغرب هناك أرملة يعني توفي لها جو لقاح كورونا يعني بسبب لقاح كورونا وهي تسكن في كوخ يعني كوخ قديم أي الثقوط يعني أرزقكم تساعدوها طيب اكتب لي على التليفون على الرقم الواتساب ونتكلم في الموضوع ده بعد الحلقة ربنا يباركك يا زكريا طيب اكتب لي بس ما نفعش أتكلم في المواضيع دي على الهوى يا زكريا فاكتب لي ونتواصل في الأمر على على الواتساب شكرا إنك فكرتنا بالموضوع كتر خيرك خلينا نرجع بقى لفكرة حلقة النهاردة سأترك دينا يقتل الناس مهما حاولت إنك تجمل الإسلام والثقافة والتاريخ الإسلامي ما تقدرش أعرف بقى يعني ما ينفعش ما نقدرش ما نقدرش نمحو من التاريخ المعارك الدموية واللا إنسانية منذ ظهور الفكرة الإسلامية والدعاءات محمد إنه بيتلقى رسالة من الله حصل إيه على طول بعدها غزوات حروب اغتيالات حدود إسلامية يعني قتل إرهاب من تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهكذا جماعات إرهابية أنا بتكلم يعني الجماعات الإرهابية إسلامية عبر التاريخ حقيقة أنا بفكر في الأمر ده من وقت محمد الصورة في ذهني من وقت محمد الترتيب المنطقي المبني على رسالة محمد ما زلنا نراه لحد النهاردة اللي عمل أول غزوة أو أول قطع طريق على أهل بيته أو أهل مدينته على قريش نفسها على أهل قابلته هو نفسه اللي حط القوانين للدواعش إنه هم يقتلوا في أهل بلادهم برضو وأهل دينهم برضو يعني مش بس أهل بلادهم لا ده كمان مسلمين زيهم يقولك ده شيعي ده سني ده مش عارف إيه ويقتلوا بعض فالحقيقة أنه البداية كانت هذه الفكرة الإسلامية اللي ابتدت على شر وابتدت على باطل والمبني على باطل على حسب كلامكم فهو باطل أصلا فمن الأول غزوات في وقتها قطع طريق في وقتها هي نفس الحكاية النهاردة بنشوفها على الأرض اغتيالات وقتها النهاردة برضو بنشوف اغتيالات الحدود الإسلامية اللي علمت الناس إنها لا تخاف من القتل عندنا بقى أطفال بيطلعوا يقتلوا الناس ويلعبوا بروسهم في الشوارع يعني هذه الأفكار تميت قلب الإنسان وضميره وفكره وروحه اللي معطى ليه من الله بتكتم عليه كده تكتم عليه تموت إنسانيتك ده الأصول الإسلامية الجماعات الإرهابية اللي عايزة النهاردة تبقى مسكة الدولة هي نفس الحكاية ابتدت بخلافة إسلامية غازية مستعمرة قاتلة منتهكة النفوس والحريات والأعراض وحقوق الإنسان بكل أشكالها حط خط تحت ده وارجع بدماغك الوراء هتفتكر كل المشاهد الدموية اللي من وقت محمد إلى داعش والقعدة واليوم في بقى حكومات وأنظمة دينية مرتبطة تماما بالخلافة الإسلامية الحكومات والأنظمة الدينية الحاكمة النهاردة دي ظاهرة موجودة زي إيران وأفغانستان دول بيعتمدوا تماما على التشريع الإسلامي في الحكم على الناس وكيف يعيش الناس في الأرض والأنظمة الدينية دي محكومة بالثقافة الإسلامية ولكن ممكن تحكم تحت غطاء أسماء كتيرة مثلا يعني إذا كانوا ممكن يبقوا زي إيران وأفغانستان وباكستان ولكن ممكن هناك أنظمة تقود داخل شعوب إسلامية زي الأزهر مثلا برضو يقنن قوانين التفرقة والتسلط على الناس ومنع حريات الناس وفرد الأفكار الإسلامية بالسلطة وبالعافية وبالغزب على الناس أطفال المدارس المحجبات يعني كل افتكروا بقى الخمس وبيت حلقة بتوع المرأة المسلمة فيما قبل يعني اللي فاته هتلاقينا اتكلمنا عن كل الحاجات دي ده موجود التاريخ الإسلامي دائما بيكرر نفسه التاريخ الإسلامي بيعيد نفسه بصور مختلفة التاريخ الإسلامي السياسي كان كله حكم ديني مقترن بالدموية تاريخ على طول منه عدو عدو خارج خارج الحلقة 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 بيكتب 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 الفيسبوك والنظام أبد عليه لأنه بيكتب رأيه ضد النظام بيطالب الحرية ضد النظام قتل أبدوا عليه وقتلوه من عشر سنين كتير من زميله اتعذبوا في السجون ده ابنها وهي يعني في الوقت ده خرجت علشان تشجع الناس أنه هما يكملوا يخرجوا في المظاهرة بتقول كده أنا حخرع الحجاب وأسيب دين بيقتل الناس وبتشجع الناس أخرجوا للشباب بتقولهم أنا فخورة بيكم وللبنات أنا فخورة بيكم يا بناتي ويا أولادي بتقولهم أنا فخورة باللي بتعملوه وبدعوكم إنكم تستمروا في ده وهي بتدي الرسالة بتاعتها إحنا بنسمع أصوات الشعب أو المتظاهرين وهم بينادوا بسقوط النظام شوفوا السلايدة اللي بعد كده في بنت بتقول أنا إيرانية و عندي أحلام كتيرة عايزة أشوف العالم أنا عايزة أساعد الفقرة عايزة أعيش أنا مش عايزة أموت من الصعب أني يعني الفكرة بالنسبة لها بتقول أنا مش عايزة أموت بسبب شعري ساعدونا الفكرة بس في اللي بقوله دلوقتي مش المساعدة الشعب أو الصلاة من أجلهم أو تشجيعهم فقط ولكن هذه هي نتيجة أنظمة بتقود بتقود بفوق دماء التابعين لها الناس اللي في إيران مش كلهم عايزين يعيشوا تحت هذا النظام بس كلهم ما يقدروش يقولوا إحنا مش عايزين نعيش تحت الإسلام لكن النهاردة بقى فيه ناس تقدر تقوله لا إحنا مش هنعيش تحت نظام يقتل الناس هقلع حجابي وحسيب الدين اللي بيقتل الناس الصورة دي صورة وقعية حقيقية على الأرض الإسلام بيقتل الناس لأسباب كتيرة القرآن مليان آيات بتقول اقتل المحاربين ليك يعني على الأقل هنتفق كلنا على حتة إنه في واحد بيتكلم ضد الإسلام يبقى ده محارب ده يتقتل اللي ما بيصليش يتقتل يتخلف جزعة تقتل تخرج من غير حجاب تتقتل وهكذا على حسب بقى أنت رايح فين في السوبر ماركت تشتري من مين هيدي لك الفاتوى لكن في النهاية هتلاقي إن القتل من الأدوات الإسلامية الأساسية في إسكات المخالف ودي الصورة الحقيقية لظلمة الشيطان لأنه الله يعطيك حرية الله في الكتاب المقدس ما قالش يا إما تؤمنوا يا إما هقتلكوا أبدا قال ادوني قلوبكم قال افتحوا قلوبكم قال اسمعوا صوتي قال أنا جنبك قال أنا بحميك قال أنا بحبك قال أنا جئت لا تكون لكم حياة ولا يكون لكم أفضل فالناتج من ده إنه الناس اللي بتخرج من الإسلام النهاردة وبتختار إنها بتعيش مع المسيح بيبقوا عارفين إنه هم عايشين مع إله الحرية مع إله السلام بيبقى عندهم سلام داخلي يقدروا يعيشوا به في وسط المجتمعات ويندمجوا ويبقوا ناس منتجين مباركين مجتمعاتهم محتملين للألام بيتطهدوا من أجل المسيح يتقطعوا هم ويصلوا ويغفروا لمتطهديهم أين نجد ده في الإسلام بفتكر الروايات اللي كنا بنسمعها أنا عمار بن ياسر وأحد وأحد ويحطوا الطوبة على بطن وكلام من ده ويعذبوا ويجي بعد كده قال النبي يبقى معادي يقول لهم اصبروا ليكم الجنة ومش عارف إيه وطبعا نسمع بعد كده أنه هناك من أنكر ورجع تاني ويقولوا إن عادوا عد ممكن تنكر أنت كمان وهكذا الصورة دي صورة التعذيب اللي كانوا بيتحكوا علينا بيها دي ونقول إن المسلمين احتملوا من أجل محبة الرسول وكده الصورة دي بقت حقيقة دلوقتي بنشوفها ده اللي بيعملوا المسلمين في الناس اللي بتخالف النظام الإسلامي يعني الحقيقة إن الفكرة مرعبة ومزعجة جدا قد إيه الناتج عن النظام الإسلامي والفكر الإسلامي وفكرة إنك تنهي من يخلفك بتخليني يعني بسأل جوايا أسئلة ليه النظام الإسلامي ما بيهتمش بقتل النفوس يعني يعني دايما هتلاقي مثلا في طلبان القعدة داعش حتى الإخوان المسلمين نفتكره وقت الإخوان المسلمين قد إيه كانوا الناس تنزل في المظاهرات وتلاقي الناس عملا تتقتل وناس عملا تتضرب بالرصاص والستات يعتدى عليهم لا احترام لإنسانية الإنسان مدام هناك الهدف الأسمى إنه هما الإسلام يحكم ويبقى فيه سيطرة ويبقى فيه قمع ويبقى فيه ظلمية هذا النظام يقتل بسبب تعليم الإسلام من أول ما اللي تعلموه من أبو بكر وعلي وهكذا الحرب الردة اللي هيحبس عني عقال كانوا بيدول رسول الله ويطلع يدبح ويقتل ويحرقوا كل حاجة هذا لم يختلف إن كانوا اختلفوا على الطريقة هما لم يختلفوا في التنفيذ إلى اليوم المشكلة إنه النظام الإسلامي والفكر الإسلامي يقتل فكرة الإنسانية والأخوة والمحبة بين الناس دي خالص مرهج يعني عندك غير المسلم تقدمة لإله الإسلام وهو الشيطان غير المسلم المخالف هو تقدمة لإله الإسلام زي الوسانية بالضبط النظام في أي دولة إسلامية يقتل بسبب تعليم الإسلام يقمع بسبب تعليم الإسلام علشان كده كتير خرجوا من الإسلام لهذا السبب لأنهم اكتشفوا دموية الإسلام عبر التاريخ الإسلام يجذبوا علينا ويقولون الفتح الإسلامي هو استعمار يقولك الإسلام ده دين السلام ولكنه إجبار على الاستسلام إسلام تسلم 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 ما تسلمش خلاص رحت عليك يعني الإسلام دين يستخدم التهديد باللغة المكتوبة في القرآن اللي هي أصبحت لغة الناس لغة المسلم هو ده اللي يعرفه اللي بيقتلك بيقتلك بسبب التعليم الإسلامي ميس أميني أنت مش تابس الحجاب إذا أنت خلفتي الشرع عليك تدفعي التمن ولو كان حياتك ليه لأنك هتبواضي نظام الدولة هتبواضي السيطرة إحنا عايزين السيطرة مش كده يقولك الإسلام دين السلام سالم ومش عارف مين إذا وقفوا الحرب ضدوك وخلاص وقفوا الحرب لا الكلام ده مش حقيقي ده بيتكلم على هودنا في حرب مش بيتكلم عن سلام العالم اللي احنا بنتكلم عنه اليوم مش بنتكلم عن مسالمة الناس اللي حواليكم إنك السلام لا يمكن أن يكون إلا بإنك تقدم محبة اللي عايز يجد السلام حيدي مش هياخد لكن السلام بتاع الإسلام ده إذا وقفته نقف لحد ما نستعد شوية وبعد ندخل نعمل عليك غرة تانية لكن سلام المسيح يعطيك سلام وإنت في العواصف يعطيك سلام وإنت في أرض العدو يعطيك سلام ومحبة تعطيها للغير فيبقى ده نوع السلام المعدي اللي جاي من عند ربنا ده معدي لأنه جاي من عند ربنا لأنه سلام الله مش بإيدك إنت يديك محبة فانغطي اللي جنبك وهكذا ده نوع مختلف ويقولك إسلام وتسلام وبعدين لا تجد أنه لا سلام ولا سلام في الإسلام خالص هل النظام الإيراني بيتبع تعليم وقواعد الإسلام طبعا طبعا بيتبعوا بقى بالطريقة الشيعة ولا بالطريقة الشيعية أو غير الشيعية مش دي المشكلة عندنا الأصل علي الحروب اللي قام بيها وحرق الناس وهكذا الفكرة في أنه الدولة الإسلامية يجب أن تسيطر وتقمع النساء والرجال والأطفال وكله علشان خاطر التابع المنفذ غير التابع المفكر أنا أتبع إلهي وأنا بفكر وأنا بتعلم منه وأنا بتلقى منه وأنا بنمو كل يوم وأنا بكبر كل يوم في الإيمان وفي المجتمع لكن في الإسلام المسلم الكويس اللي تلاقي مسلم يعني ثابت على مترسخ في التعليم الإسلامية تلاقي يا سلفي يا إخواني مثلا أو بين البنين متدين تلاقي يعمل يغلق الباب على نفسه وعلى عائلته ينفصل عن المجتمع لأنه ما ينفعش الشر اللي جواك ده الناس تشوفه دول بقى يعني الخلايا النائمة لحد ما تيجي الفرصة الإسلامية فينفجروا ويطلعوا بقى يقطعوا ويقتلوا ويبقوا عايزين ياخدوا الدولة وهكذا دي هي قواعد الإسلام إزاي الإسلام بيسهل على المسلمين فكرة القتل والموت وعدم قيمة النفس الإنسانية بهذا الشكل فيه انفصالية في التعليم الإنساني ويعني فيه فكرة ثقافة الموت قدمنا فيها أفكار كتيرة وحلقات كتيرة المثل الأعلى والأوضح فيها هي الجهاد والزود بالنفس عن الله ورسوله إلا رسول الله وفكرة إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم وبقت الجنة مقايدة وهذه الفكرة اللي بتخليك تبقى مستعد أنك تضحي بنفسك علشان خاطر يبقى لك يعني مكان في الجنة دي ثقافة موت مش ثقافة حياة فبيسهل عليهم إن هم يبقوا بيقتلوا في الناس عادي يعني لو قتلت مسلم أنت برضو أنقصته من النار يعني 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 ولو قتلت كافر بنت أنقصته من نفسه علشان خاطر ما يكملش في طريقه وهكذا وتبقى وتبقى اشتريت لنفسك حتة جنة أكبر شوي أو 3-4-40 زيادة ما عرفش يعني إله اللي أنتم بتشتروه لكن الله بيشتري في مقايدة في حاجة بتتبعه وبتتشري فبيسهل عليهم قيمة الإنسان اللي قدامه الفكرة في الإعداد والاستعداد لمحاربة الكفار ده الفكرة دي وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل والكلام ده الفكرة دي بتعلم المسلم أن لا يرى الإنسان ولكن يرى فكرة أو هدف منفصل عن إنسانيته دماما الإخوان أصحاب الشعار بتاع أعده ده لما ينزل الحرب في وسط بلده يقتل أهل بلده عادي جاره عادي المختلف عنه عادي لأنه بقى وسيلة لإرضاء إله الشر ولكنه ليس إنسان مثله ما شفناش في انتشار المسيحية قتل في نشر الدعوة شفنا اللي بيكتبوا ليقول لي يا صفي مش عارف مين شوفوا الكاتوليك قتلوا البروتستانت وكلام من ده في العصور الوسطى ده مش في الكتاب المقدس ولا في حياة المؤمنين دي تصرفات بشر أخطأوا ولم يرضوا قلب الله بالمرة وإذا ما كانوش تابوا ورجعوا للمسيح مش هيكونوا معاه لكن الفكرة الإسلامية إنه المسلم يساعد أخو المسلم أما الباقي فدرجات بقى الفكر الإسلامي يستبيح الأرواح وعندما يستبيح الأرواح فإذا أنت يعني من هذا الفكر وتستبيح أرواح الناس زي اللي بيحصل على الأرض في إيران دلوقتي مئات من الشباب كل الأعمار بيموتوا الناس دي بتبص عليهم إزاي لما تستبيح الأرواح بهذا الشكل فإنت تخطيت مرحلة الاهتمام بالنفوس إذا روحه مش غالي عليك أو روحه مش مهمة قدامك فإنت نفسه هو كإنسان مش مهم أمامك القتل ليس قتل الجسد فقط بل هو قتل إنسانية اللي بيقتل الجسد بتتقتل جوا إنسانيته واللي أنت بتقتله علشان خاطر تحقق نظام للهدف الأكبر بيتقتل جوا ومعاه أحلام ومشاعر بتوأد قبل أن تولد أو بتوأد قبل أن تنمو دي رؤية قيمة الإنسان من خلال النظارة الإسلامية بيشوف الإنسان اللي أمامه من خلال الدرجات اللي بيحطها له الإسلام فقط لكن مش من خلال ما يقدرش يبص لواحد اختار غيره لما ينظر لينا كعابرين مثلاً أنا مسالمة ليك أنت عايزت تقتلني ليه لا أنا عندي أمر إسلامي أنت بتتكلمي ضدي أقتلك طب اللي ما بتتكلمش ضدك أقتلك برضو لأنك غيرت دينك فده ويع ما شعري مثلاً يعني دي يعني أنا عايزة النهاردة يعني أقول لكم فكرة أو قصة خاصة بي أنا الست اللي شفناها النهاردة دي فكرتني بجدتي لما والدتي وأنا وخالتي جينا للمسيح جدتي زعلت جداً وكانت حزينة جداً وكانت بتقول لا يمكن أنا سيب الإسلام ولا يمكن دا ولا يمكن دا أول صدمة ليها لما شيوخ الجامع حددوا أمي بالقتل اتصدمت جدتي كانت ستة متدينة لكن لم تتوقع أن الناس اللي جابتهم علشان خاطر يرجعوا بنتها أو يهدوها يهددوها بالقتل اتصدمت في فكرة إنه يا الإسلام يا القتل وبعد كده نسيت الموضوع يعني ربنا سطرها وأمي سفرت وكل حاجة نسيت الموضوع بعد شوية وافتكر إن دا تصرف الأشخاص دول لكن بعد كده شافت التهادي أنا شخصياً فده صدمها أكتر شافت تصرفات أسادة الجامعة اللي كانوا بيسقطوني بس علشان خاطر كذا واللي جاي عايز يطلب إيدي علشان خاطر يهديني صدمت في مجتمع بيحاول خنق أي فكرة خلفه ولكنها مازالت كانت متمسكة بالفكرة الإسلامية مش عايزة تفتح قلبها لده إلى أنجليوم اللي اتحبس فيه الأخ إبراهيم سايح جوز خالتي هدى السايح اتحبس في مصر وإتقابد عليه من الأمن الوطني أو وقتها معرفش كان اسمه إيه الأمن الدولة ودخل كانوا حطينه في أكتر مكان مليان بمتطرفين المسلمين اللي كانوا موجودين في الوقت ده لكن ربنا غطاه وحماه وكانوا بيقولوله يعني يمكن بيقولوله إحنا عايزينك تغير العنبر لحسن إحنا بعد كده هنصدق اللي انت بتقوله عن المسيح يعني لكن ربنا حماه وغطاه لكن في الوقت دي كانت لحظة فارقة في حياة جدتي شافت بعنيها الشر الإسلامي على حقيقته ولما خرجت من البلد أنا سعيدة إنها شافت الشر ده حقيقي وعمل فارق في حياتها لكن أنا سعيدة أكتر إنها قبلت المسيح وإنها شافت الحرية بعينها وكانت كبيرة تقريبا 80 سنة أو أكتر مش فكرة قد إيه كان عمرها في الوقت ده لما قبلت المسيح واحد بقولك لو تركت الإسلام وشايف شره كويس دي خطوة كويسة لكن الخطوة الأهم إنك تجد الراحة في الإله المحب يسوع المسيح الموجود وبيدعوك لي الآن ما توقفش في نص الطريق ما توقفيش في نص الطريق بقول أيضا إنه ما فيش عمر نقدر نقول فيه أنا تأخرت في الوقت ده طب أنا هعمل إيه طب أنا هعيش إزاي طب إيه جدتي لما قبلت المسيح كان ربنا رتب لها حياة كريمة لحد ما انتقلت مع إن كانت الظروف ضعبة جدا عليهم الله هيرتب لك وحيرتب لك ظروفك اللي حتعينك إلى نهاية الطريق لأنه ده وعده إنه لا يهملك ولا يتركك وإنه يشدد قلبك ويشجعك وإنه يلمس حياتك ويغطي كل احتياجاتك لكن احتياجات قلبك ونفسك أولا الإسلام سرق مننا حاجات كتيرة جدا إحساسنا بالمسئولية تعاطفنا مع الآخرين دايما مشوش ومشوه ومطلي بصورة يعني من الإنعزالية والأنانية اللي موجودة في طبيعة الإنسان لكن تحط الإسلام عليها يبقى فيه بينك وبين الجميع انفصالي جرانك المسيحيين بحبوهم قوي بكل معاهم مش عارف إيه بيننا تزور دول مش عارف إيه لكن برضو فيه انفصال بينك وبينهم ما تقدرش تحبوهم بالكامل ولو تبعت التعليم الإسلامي حقا ما تقدرش تحبوهم خالص حتى لو مرتك مسيحية ما تحبهاش مش أنا اللي بقول كده اسمعوا التعليم الإسلامي الحقيقي ما تقدرش تحب لا تستطيع انك تتخطى العقبات اللي بيضعها قدامك الإسلام في انك تكون إنسان إنسان تشعر بضعفك وتتعاطف مع ضعف الآخرين الكلام ده مش موجود في الإسلام لكنه موجود عند المسيح اللي بيعلمك إنك تقدر تحب العدو فوسط الأزمة أيوة أيوة تقدر تحب العدو تقدر تحب اللي بيتطهدك وبيهينك أيوة تقدر لإنك شايفه بعين المسيح اللي بيقول أنا منتظرك يا ابني في الناحية التانية أنا عندي أمل إنك تعرفني في الناحية التانية فأنت متعاطف مع قلب إلهك وبتصلي من أجله عشان كده بتصلي من أجله هي الصلاة مش بس غفران على فكرة أنا بغفر لك في اسم يسوع المسيح لا مش بس كده أنا بغفر لك في اسم يسوع المسيح عشان يكون قلبي نظيف وفاضي إنه يصلي من أجلك بكل قوة إنه يسوع المسيح يلمس قلبك ويغيرك وتقبله وتخلص وتجد الحياة الأبدية في الملكوت وتستمتع بيها من الآن زي ما أنا مستمتع بيها دي نظرة الله لك ببقى متعاطفة مع قلب الله اللي لسه ما يعرفهوش إن الدارة الإسلامية لا تستطيع مهما كانت مكبرة إنها تشوف ده لأنه الأصل فيها شر وخدعة وباطل لو أنت واقف في النص شفت الخدعة والباطل اوعى توقف لأن في حياة أفضل كتير ليك في حرية بقى في تنظيف بقى لقلبك وتنظيف لفكرك والفكرك ودعوة مفتوحة من إله محب ليك جدا الإسلام الإسلام عمرك وتكون منعزل لأنك مرتبط بإخواتك من خلال إلهك من خلال المسيح الفكرة يعني الفكرة الكتابية مش وإنجيلي وارتودوكسي لا واللي يقول لك غير كده ما تسمعوش يا جماعة واحدة في المسيح اللي مركزها يسوع المسيح اللي الخلاص منه لوحده لن تجد ده إلا في إله الحق الطريق والحق والحياة يسوع المسيح اللي يعرفك الحق ويخلصك بمعرفة الحق ومحبته دي دعوة مفتوحة للجميع بصلي النهاردة إنه تكون الحلقة أعطت فرصة ليك وليك إنكم تشوفوا أنفسكم بطريقة مختلفة وتصوفوا المتاح لكم من الله بطريقة واضحة في إسمي يسوع إلى اللقاء